موسيقى رئيس مجلس الوزراء يبحث اجتماعا توفير التمويل المطلوب من احتياجات قطاع البترول حتى نهاية العام المالي الحالي مصر تدين الاقتحامات الاسرائيلية لمدن بالضفة وتحذر من المخاطر الوخيمة للعمليات العسكرية على الضفة بالتزامن مع استمرار الاعتداءات على قطاع غزة وسائل اعلام الاسرائيلية تشير المقتل جنديا في قوات الاحتلال برصاص قناص في حي الزيتون بغزة واصابة اخر بجروح حرجة للغاية السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جريميكش عشر اخباري مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم موسيقى موسيقى عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لاستعراض احتياجات قطاع البترول وجهود زيادة المنتجات البترولية وخلل الاجتماع اكد مدبولي ان الاجتماع يهدف لتوفير التمويل المطلوب من احتياجات قطاع البترول حتى نهاية العام المالي الحالي مع استمرار العمل على زيادة المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتناول الاجتماع استعراض اجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء من اجل ضمان عودة زيادة اعمال الاستكشافات والانتاج وكذلك استعراض اجراءات التحفيزية لزيادة الانتاج على ان يتم السماح بتصدير حصة معينة من الانتاج الجديد من الغاز بحيث تستخدم عائدتها في سداد المستحقات المطلوبة بالاضافة لرفع سعر حصة الشريك الاجنبي من الانتاج الجديد من الغاز وفقا للنموذج الاقتصادية اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي ان مشروع محطة الضبع النووية يمثل اهمية خاصة في ضوء انه يأتي في اطار خطة الدولة لتنوية مصادر الطاقة عبر التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2030 جاء ذل خلال اجتماعيه مع المدير العام لشركة روس أطوم الروسية والوفد المرافقة له بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لاستعراض الموقف التنفيذي لانشاء محطة الضبع للطاقة النووية واضف مدولي انه يتابع بصورة دورية التقدم الجاري في المشروع مؤكدا حرص الدولة على تقديم مختلف اوجه الدعم الممكنة لسرعة تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة روس أطوم في ضوء ما يمثله المشروع من اولوية لتوفير الطاقة النظيفة بدوره اكد المدير العام لشركة روس أطوم ان تنفيذ المشروع يجري على قدم وصاق وفق للخطة المحددة مضيفا انه بنهاية العام الجاري من المخطط الوصول الى نسبة تنفيذ تبلغ 30% من اجمالي المشروع اكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي على ما توليه مصر من اهمية كبيرة لتعزيز علاقات التعاون مع تونس على مختلف الاصعب جاء ذلك خلال التصالح بنظيره التونسي محمد علي النفطي لتهنئته بتوليه منصبه الجديد كما اعرب عبد العاطي عن تطلعه للعمل معا لمواصلة مسيرة تعزيز العلاقات والاستفادة من الزقم الذي تشهده العلاقات المصرية التونسية في تعزيز المصالح المشتركة من جانبه اعرب وزير الخارجية التونسية عن تطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين مصر وتونس والبناء على الاسس الراسخة والتاريخية التي تجمع البلدين ان مصر ادانة منذ البداية استهداف وقتل الابرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الاعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ونؤكد اليوم من جديد هذه الادانة الواضحة مع التجديد في الوقت زيزة سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصري غير مقبول ادنت مصر الاقتحامات العسكرية الاسرائيلية لمدن شمال الضفة الغربية في جنين وتولكرم وتوباسا والتي ادت لاستشهاد واصابة العادين من الفلسطينيين واعتبرت مصر الاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينيين بالضفة الغربية بمثابة امعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والتفاقية الجنافة واصرار على سياسة التصعيد وتوسيع رقعة المواجهات داخل الاراضي الفلسطينية وطلبت مصر بموقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية لشعب الفلسطيني ويضع حدا لمسلسل استهداف المدنيين العزل وفرض القيود والاستلاء على الممتلكات الخاصة واحذرت مصر من المخاطر الوخيمة المتوقعة من العمليات الاسرائيلية الجارية وتعمد استهداف المزيد من المدنيين الفلسطينيين بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على قطع غزة وانتهك المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشرقية الامر الذي يزيد من تعقيد الموقف ويشير الى الاسرائيل الاسرائيلية على التصعيد وغياب الارادة السياسية للتهدئة افاد الهلال الاحمر الفلسطيني باستشهاد عشرة فلسطينيين واصابة اخرين في العملية العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال في جنين وتباص وطول قرن بشمال الضفة الغربية المحتلة هذا وحاصرت قوات الاحتلال ثلاثة مستشفيات في جنين واخرجتها عن الخدمة غراء قيامها بتجريف الشواعي المؤدية لها بينما اكدت القناة والثانية عشرة الاسرائيلية ان اربع كتائب تابعة لحرص الحدود شاركت في عملية شمال الضفة الغربية تصعيد هو الاكبر من نوعه في الضفة الغربية المحتلة قوات الاحتلال تعيس دمارا وفسادا في شمال الاراضي المحتلة خاصة في محافظات جنين وتباص وطول كرم لتسقط اعدادا كبيرة من الشهداء والمصابين مدهمات وغارات وقصف وحصار مفردات لا تعرف اسرائيل سوها والمبرر الذي تطلقه دائما هو مواجهة خلايا مسلحة بحسب الوصف والزعم المعتاد البداية مع ساعات الفجر الاولى حيث استهدفت مسيارة اسرائيلية مركبة في قرية سير جنوب الشرق جنين لتسقط على الفور سلاسة الشهداء هم كل من في المركبة وفي الاسناء تتسالل قوات خاصة متنكرة الى داخل مخيم جنين ليتم اكتشافها من جانب الفصائل العاملة في المخيم وتتبادل معها اطلاق النيران ليبدأ على الفور الدفع بتعزيزات عسكرية اسرائيلية تجاه المدينة والمخيم وسط تحليق لطائرات الاحتلال وانتشار القناصة على البنايات العالية عملية لم تخلو من سقوط شهداء من المدنيين وفي مخيم الفارع بطوبة ستكرر قوات الاحتلال هوايتها المفضلة بقصف من طائرات مسيرات على مناطق بالمخيم تسفر هي الاخرى عن سقوط شهداء ومصابين ولم تكتفي بذلك بل منع التواقم الاسعاف من الوصول الى الشهداء او السماح لهم بانتشال المصابين ليدبع هذا القصف الدفع بعدد من التعزيزات الاسرائيلية لمداهمة المخيم الذي قوبل بمواجهة حامية لتكتزى سماء المخيم بالمسيرات لعمليات الرصد والاستهداف وفي طول كرم حاصرت قوات الاحتلال الاسرائيلي مستشفيات المدينة بعد اقتحامها من محورها الغربي وتمركزت الآليات في محيط مستشفى الاسراء التخصصي في الحي الغربي ومستشفى الشهيد سابت الحكومي وفرضت حصارا عليهما وأعاقت حركة تنقل مركبات الاسعاف بل وانتشرت آليات الاحتلال في أحياء ومفارق المدينة وتحديدا في شارع نابلس وحي الرشيد وجبل النصر على مدخل مخيم نور شمس شرقا مع انتشار للمشات والقناصة في الأحراش والمزارع المحيطة بالمخيم مع تحليق كسيف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض ولم يكتفي الاحتلال بذلك بل دفع بأربع جرافات ثقيلة مدعومة بمزيد من الآليات العسكرية إلى المدينة وشرعت بهدم وتجريف شوارع المدينة والبنية التحتية والشبكة المياه هي حرب متكاملة تخوضها قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية المحتلة لنقل صق لبعض عملياتها إلى تلك المنطقة لوأد مقاومة بدت تعلو ملامحها وترتسم في مواجهة هذا الاحتلال الغاشم بالتوازي مع المواجهات في قطاع غزة وشمال إسرائيل فتحول حياة الداخل المحتل إلى كابوس لن يستفيق منه أبدا إلى هذا حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تدعيات حصار الاحتلال لمستشفيات جنين وتولكرم وتهديداته باقتحامها وأضافت الصحة الفلسطينية أن عشرات المرضى يعالجون في هذه الأثماء داخل مستشفيات جنين الحكومية والأهلية والخاصة وأن أي اقتحام لها هو تهديد مباشر لحياتهم وحياة التوقم الطبية وطلبت الصحة الفلسطينية المجتمع الدولية والصليب الأحمر بالتدخل لحماية المؤسسات الطبية في الوقت الذي تعيق فيه قوات الاحتلال وصول سيارات الإسعاف إليها ما يعرض حياة المرضى والمصابين للخطر وهو ما يشكل انتهكا صارخا لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان هذا وقطع الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارته إلى السعودية لمتابعة العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية المحتلة وفي هذه الأثناء اعتبرت رئاسة الفلسطينية أن الحرب الإسرائيلية المتصعيدة في الضفة الغربية المحتلة ستؤدي إلى نتائج وخيمة وخطيرة سيدفع ثمنها الجميع وكذا المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة أن التصعيد في الضفة الغربية يأتي استكمالا للحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته محملا سلطات الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية هذا التصعيد ومشددا على أن سياسة التصعيد وتدمير المدن وقتل المواطنين والاعتقالات لن تجلب الأمن والاستقرار وطلب أبوردينة الجانب الأمريكي بالتدخل الفوري وإكبار سلطات الاحتلال على وقف حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني من جانبها أكدت حركة حماس أن تصعيد الاحتلال لجرائمه في الضفة الغربية المحتلة هو نتيجة طبيعية لصمت الدولي واستنادها إلى دعم سياسي وعسكري مطلق من الإدارة الأمريكية وبعض العواصم الغربية واعتبرت الحركة أن التصعيد في الضفة الغربية هو محاولة عملية لتنفيذ مخططات حكومة المتطرفين التي عبر عنها وزراؤها وتوسيع حرب الإبادة الوحشية القائمة في قطع غزة لتشمل مدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية المحتلة داعية إلى تصعيد جميع أشكال المقاومة والتصدي للاحتلال ومستوطني في كل مكان من الأراضي المحتلة من جانبه أدان الأمين وعامل جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت لاعتداء الإسرائيلية على الضفة وقال أبو الغيت أن التطورات الأخيرة تمثل توجها خاطيرا يسهد في الانقلاب على بقايا الاتفاقات الموقعة وعادت ضم الأراضي الفلسطينية تنفيذا لأجنتة اليمين المتطرفة وأكد أبو الغيت أن إسرائيل تخوض حرب إبادة ضد الفلسطينيين في كل مكان وأن العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية لا علاقة لها بهاجمات السابع من أكتوبر وإنما هي تنفيذ لمخططات التهجير وتصفية القضية وأكد أبو الغيت أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا التصعيد محملا واشنطن المسؤولية عن استمرار هذه العربدة الإسرائيلية المتصعدة في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ستظل على موقتها السابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصانع أو تحقيق الأمن أكد مسؤول أمريكي أن المحادثات بشأن الهدنة في قطاع غزة متواصلة في الدوحة للتوصل لاتفاق يفدي إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق صراح المحتجزين في قطاع غزة وأوضح المسؤول أن مفاوضين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل يجتمعون في الدوحة لإجراء محادثات فنية وعلى مستوى فرق العمل بشأن وقف إطلاق النار في غزة وشيرا إلى أن مستشار رئيس جو بايدن شؤون الشرق الأوسط بريت ماكورك يشاركوه في تلك الجولة كشفت وسائل أعلام إسرائيلية عن مقتل جندي في قوات الاحتلال الإسرائيلي برصاص قناص في حي الزيتون بغزة وإصابت آخر بجروح حرجة للغاية يعني هذا في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال عضوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم السابع والعشرين بعد الثلاثمائة على التوالي مع استمرار استهداف المنازل المهولة بالمدنيين وتجمعات الفلسطينيين ومراكز إيواء النازحين وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات استهدافت البنايات السكنية في عدد من المناطق أبرزها مخيم جباليا ومدينة غزة بشامالي قطاع ومخيم النصيرات ومدينة دير البلح بوسط القطاع ومدينة خان يونس ورفح الفلسطينياتين بجنوب القطاع تزامن ذلك مع عمليات تهجير في دير البلح وخان يونس وسط وغنوب القطاع هذا وعنت السلطات الصحية في القطاع ارتفاع عدد ضحايا العضوان إلى أربعين ألفا وخمسمائة وأربعة وثلاثين شهيدا وثلاثة وتسعين ألفا وسبعمائة وثمانية وسبعين مصابة إلى هذا حضرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من أن الوضع في قطاع غزة أصبح كارثيا وأكدت الوكالة أنه تم تعليق عمليات المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمة بعد أن أصدر الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لمنطقة دير البلح بوسط غزة وأكد مسؤولنا في الوكالة أن المساحة التي تم حصر الناس فيها في القطاع ضائلة للغاية في ظل تلقي المزيد من أوامر الإخلاء لمناطق في جميع أنحاء غزة على مدار الأسبوعين الماضية دعت منظمة العفو الدولية دول الاتحاد الأوروبي إلى عدم تزويد إسرائيل بالأسلحة في رسالة موجهة إلى الممثل الأعلى لشؤون الخارجية وسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وحثت المنظمة في رسالتها الاتحاد الأوروبي إلى عدم الاستثمار أو التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي اعتبرتها محكمة العدل الدولية في لهاي غير قانونية بحسب رأي استشاري صدر أخيرا وتأتي دعوة المنظمة لتجديد سياسة الاتحاد الأوروبي قبل يوم من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الحرب على قصة أعرب ممثل الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن قلقه إزاء الانتهاكات المتكررة الوضع الراغن الخاص بالأماكن المقدسة في مدينة القدس على خلفها التصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جفير وأكد بوريل أن الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط أصبح على المحك شدد رئيس الوزراء البريطاني كيرس تارمر على ضرورة خفض التصعيد في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط ووصول غير مقيد للمساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة وقال ستارمر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولف شولتس في برلين إن بريطانيا وألمانيا تتقسمان التزاما مشتركا بحل الأزمة في الشرق الأوسط وتدعوان إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن جميع المحتجزين مضيفا أن الدولتين تطفقان كذلك على أهمية العمل معا نحو التواصل إلى حل سياسي يقوم على إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل تكون آمنة ومستقرة يعاني الفلسطينيون في شمال قطاع غزة من الجوع في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالإضافة إلى شح بعض المواد الأساسية نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على المعابر الرئيسية ومنع دخول المساعدات إلى القطاع وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من شح المعونات الغذائية التي تدخل القطاع والتي سجلت أدنى مستوى لها في يوليو الماضي أصار عندنا في الشمال خيالية مش طبيعية كل حاجة غالية عندنا حتى البيضة تجيبها وشقيها بـ 12 شكل دخل ما فيش الحمد لله لكل حال عندنا الحاجات الأساسية مش موجود لا فضرة ولا لحوم ولا بيض ولا أي حاجة بصف وضمار البيضة من 12 شكل بـ 12 شكل ما نجدرين نعيش قلبة اللحمة أم الشكل بـ 12 شكل قلبة الجبنة الفيتا أم الشكل بـ 30 شكل ما نجدرين يا عم نعيش يطر أطفال قطاع غزة للعمل في ظروف تشتد صعوبة يوما بعد يوم مع استمرار الحرب التي أرغمت الأطفال على العمل بين الدمار والقهر من جانبها أكدت المنظمات الإنسانية أن معدل سوء التغذية الحاد ارتفع بين الأطفال بنسبة 300% في شمال غزة و150% في الجنوب في ظروف تشتد صعوبة يوما بعد يوم مع استمرار الحرب يضطر الأطفال في قطاع غزة إلى العمل فيتجول بعضهم لبيع العصائر وأكواب القهوة فيما يكسر آخرون الحجارة بعد أن غرق الجميع في الفقرة وفق تقديرات البنك الدولي ومنذ اندلاع الحرب أدى الدمار الواسع فضلا عن النزوح المستمر تنفيذاً لأوامر الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء المتكرر لسكان غزة الذين يحاولون البقاء في مأمن من الضربات الإسرائيلية إلى فقدان مئات الألاف من الوظائف مع تدمير أو تضرر أكثر من 60% من المباني وانقطاع دائم للماء والكهرباء قطاع غزة يعد من أكثر المناطق العالمية اكتزازاً بالسكان وكذلك من أفقارها وتقول الأمم المتحدة إن سلسي السكان كانوا يعيشون في الفقر قبل الحرب وإن 45% من القادرين على العمل كانوا بلا عمل كما أن نحو نصف سكان غزة هم دون سن الثامنة عشر وفي حين يحضر القانون الفلسطيني رسمياً عمل منهم دون سن الخامسة عشر كان الكثير من الأطفال يعملون في قطاعي الزراعة والبناء وذلك في ظل تزايد البؤس جراء الحصار المستمر منذ 17 عاماً المنظمات الإنسانية تقول إن معدل سوء التغذية الحاد ارتفع بين الأطفال بنسبة 300% في شمال غزة و150% في الجنوب وبحسب تلك المنظمات فإن 41% من العائلات تعتني اليوم بطفل أو أكثر من الأطفال الذين لا تربطهم بهم صلة نشط أخبار السادسة من التلفزيون المصرية لا تزال مستمرة معكم وتتابعون فيها مجلس الأمن يوافق بالإجماع على تجديد مهمة حفظ السلام في لبنان لعام آخر إن التاريخ ستوقف طويلاً يسجل بأساتاً كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه أؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها السابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحميل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصارة أو تحقيق الأمن وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع على تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل عام آخر ويجري تجديد مهمة اليونيفيل سنوياً وكان من المقارر أن تنتهي مهمتها الحالي السبت المقبل يأتي التصويت بعد أيام فقط من اشتباك بين حزب الله والقوات الإسرائيلية في واحدة من أعنى في عمليات تبادل إطلاق النار بينهما على المدى الأشهر العشر الماضية وذلك وسط مخاوف من التساع نطاق حرب إسرائيل في قطاع غزة إلى صراع إقليمية وتسير اليونيفيل دوريات على الحدود الجنوبية للبنان المشتركة مع إسرائيل يذكر أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل أنشأت في عام 1978 أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع بأن مهمة الاتحاد الربية البحرية في البحر الأحمر سبيتس تدرس اتخاذ إجراءات وقائية منها قطر ناقلة النفط السنيون التي تعرضت لهجوم في الآونة الأخيرة قبال تسحل يمن وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتجون في وقت سابق أن الإيران ما زالت مشتعلة في نقلة النفط الخام التي ترفع على مليونان وأن النفط تصرب منها فيما يبدو قال مسؤولون ومصادر محلية باليمن إن 33 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وفقد العشرات خلال الساعة الماضية وانهار 28 منزلا جراء سيول جارفة وفيضانات وانهيارات صخرية ناجمة عن أنطار غزيرة في محافظة المحويت الوقع إلى الغرب من العاصمة اليمنية صنعاء بفعل منخفض جوي شديد يضرب جنوب الجزيرة العربية وقال سكان ومسؤولون محليون في المحويت إن الأنطار الغزيرة والسيول التي تشهدها البلاد حاليا تسببت في انهارات صخرية في عدة مناطق من مديرية ملحان الجبلية التابعة للمحافظة وتعد محافظة المحويت ومعها محافظات ريمة وحقا والحديدة الساحلية من أكثر المحافظات اليمنية تضرورا من تداعيات الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة والفيضانات والصواعق الرعضية التي تشهدها تلك المحافظة الأربع الخاضعة لجماعة الحوثي منذ مطلع يوليون أكدت الرئاسة الروسية عدم وجود شروط مسبقة لمحدثة السلام بشأن أوكرانيا وأضاف الكريملين أن رئيس الوزراء الهندي نارنين دامودي لم يطرح مبادرته للسلام بشأن أوكرانيا خلال المكالمة الهدفية أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشيرا للتأييد الجانب الهندي للسلام والتسوية السلمية بالوسائل السياسية والدبلوماسية ومضيفا أن موقف الهند يتوافق مع موقف روسيا قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زغروفا إن موسكو تريد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتحدث بصراحة أكبر عن مسائل الأمن النوائية جاءت تصريحات زخاروفا بعد يوم من زيارة المدير العام للوكالة رافايل جروسي محطة كورسيك النووية قرب منطقة توغلت فيها أوكرانيا وشددت زخاروفا على ضرورة ضمان السلامة ومنع وقوع سيناريو يفضي إلى كارثة وهو مسار يدفع نظام كييف بالإنجرافلي على حد قولها أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني أن الجيش الروسي لديه حتى الآن سفينة واحدة في البحر الأسود تحمل صواريخ جميعها من طراز كاليبر كروز بإجمال أربعة صواريخ وذكرت البحرية أنه لا توجد صف معادية في بحر أزوفا وأضف البيان أن هناك سفينتين روسيتين في البحر المتوسط من دون صواريخ كلايبر كروز يزور رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر ألمانيا في أول زيارة له بصفته رئيسا للوزراء بعد سبعة أسابيع من توليه المنصف تهدف الزيارة إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الألمانية البريطانية ونقش الطرفان سبل تعزيل علاقات بين البلدين ومعالجة الهجرة غير الشرعية نريد أن نضع علاقتنا على أساس جديد تماما وفي الأشهر المقبلة سنعمل معا من أجل التواصل إلى معاهدة تعكس المدى الكامل لعلاقتنا لم تكن هناك معاهدة على الإطلاق من هذا النوع بين ألمانيا والمملكة المتحدة نريد أيضا تعميق التعاون بين حكومتين من خلال المشاورات الحكومية التي سنجريها في المستقبل القريب جدا النمو هو المهمة الأولى لحكومتي وما نفهمه بوضوح هو أن بناء العلاقات مع شركائنا هنا في ألمانيا وفي جميع أنحاء أوروبا أمر حيوي لتحقيق ذلك وهذا ما تمثله اتفاقياتنا اليوم الفرصة التي لدينا وسوف نقوم بذلك وبتعميق التعاون أيضا بشأن التحديات الاجتماعية المشتركة وعلى سبيل المثال الهجرة غير الشرعية لأننا لا نستطيع سحق عصابات المهربين الذين يرتكبون هذه التجارة الدنيئة دون مساعدة شركائنا وأنا سعيد حقا لأننا أجرينا مناقشات موضوعية اليوم حول كيفية التعامل مع هذه المشكلة عصابات التهريب والاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة لمواجهة الهجرة غير الشرعية قدم لدعاء الأمريكي لائحة اتهامية معدلة ضد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب في قضية محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جون بايدن في عام 2020 وأفقت اللائحة على التهم الأربع لكنها باتت تأخذ في الاعتبار القرار الذي أصدرته مؤخرا المحكمة العليا قد بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة تحميه على نطاق واسع من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية حذر وزير خارجية الصيني وان جي مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سليفان من عوقي بدعم الفلبين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وفق ما ذكر الإعلام الرسمية ووصل سليفان إلى العاصمة الصينية الثلاثاء في زيارة مدتها ثلاثة عيام معربا لدى وصوله عن أمله في إجراء جولة محادثات مثمرة للغاية مع وزير الخارجية وانكا مع تدهور العلاقات الصينية الأمريكية على مدار السنوات الأخيرة تمثل زيارة المسؤولين الأمريكيين إلى بيكين خطوات مهمة تكشف عن رغبة الطرفين في وقف تدهور علاقاتهم الاستراتيجية السياسية والاقتصادية والمالية شديدة التعقيد ولوضع أساس عملي تناول القضايا الخلافية بين الدولتين تأتي الزيارة المكوكية لمستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سليفان لبيكين في زيارة نادرة لمسؤول أمريكي في هذا المنصب منذ 2016 سلسلة من المحادثات يجريح سليفان مع مسؤولين صينيين كبار في بيكين هذا الأسبوع في مسعى لتخفيف حدة التوتر قبل الانتخابات الأمريكية المكررة في الخامس من نوفمبر الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا وأزمة تايوان وبحر السين الجنوبي فضلاً عن العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين تأتي على رأس نقاط الخلاف الرئيسية بين البلدين ويأمل سليفان إلى تركية المحادثات المباشرة بين القوات العسكرية الأمريكية والصينية إلى مستوى القيادة وهي خطوة تأمل واشنطن في أن تساعد في منع نشوب الصراع في مناطق معينة مثل مضيق تايوان أما بكين تسعى إلى إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية على مجموعة من السلع المصنعة وقيود التصدير التي تستهدف شركات صناعة الرقائق الصينية ومناقشة مطلباتها بالسيادة على جزيرة تايوان التي تغضع لنظام حكم دموقراطي المسؤول الأمريكي أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين تعملان على ضمان عدم تحول المنافسة بينهما إلى صدعم في حين وصف وزير الخارجية الصينية العلاقات الصينية الأمريكية بأنها هامة ولها تأثير على العالم كما أنها تشهد تقلبات وتحولات معربا عن أمله في أن تتطور العلاقة بين البلدين على نحو مستقر وصحي ومستدام المنح الذي تشهده العلاقات بين البلدين يرتفع طارة وينخفض طارة أخرى بحسب التغيير الذي يطرأ على الإدارة الأمريكية وبطبيعة الحال سترسم الانتخابات الأمريكية المقبلة شقل العلاقة بين واشنطن وبكين أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان مصر عمائتين وخمسة وأربعين شخصا وإصابة أربعمائة وستة وأربعين آخرين خلال الفترة من الحادي والعشرين من يوليو الماضي حتى السابع والعشرين من أغسطس الجاري جراء الفائضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الموسمي الغزيرة على جميع أرجاء البلد ونقلت مصدر إعلامية أن من بين القتلى مائة وواحدا وعشرين طفلا وثمان واربعين سيدة أشيرة إلى تسجيل أكبر حصيلة من الوفيات في إقليم البنجاب والتي كانت 92 حالة أوضحت الهيئة أن الفائضانات والأمطار تسببت في إلحق أضرار بالممتلكات والبنية التحتية حيث تدمرت آلاف المنازل والمدارس والقسور فضلا عن نفوق المئات من رؤوس الماشية ترجمة نانسي قنقر تتواصل فعليات نسخة أفتانية من مهرجان العالمين والتي تشهد حفالات غنائية وعروضا فنية بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة يقدم نسور القوات الجوية المصرية عروضا جوية رائعة في سماء مدينة العالمين الجديدة تنطلق العروض الجوية خلال 28 و29 من أغسطس الجاري بالتعاون مع مهرجان العالمين الجديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طال المزيد عن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري محمود أرحب بك وكيف تبدو الأجواء لديك وأهم فعاليات اليوم مرحب بكم من مدينة العالمين الجديدة والحياة الأجواء حماسية تشويقية لانتظار بدء العرض الجوي الخاص بالقوات الجوية المصرية في سماء مدينة العالمين الجديدة ربما الآن الاستعدادات تتم على قدم وساق دقائق معدودة وسينطلق هذا العرض الجوي الذي من المتوقع أن يبهر الجميع ويبهر كل الحضور هنا في منطقة النورث سكوير وفي مدينة العالمين الجديدة عدد من الاستعراضات المختلفة من عدد من الطرازات المختلفة للطائرات ستقدم هذه العروض المختلفة في سماء مدينة العالمين الجديدة بمشاركة عدد من الطائرات التابعة للقوات الجوية المصرية ربما هذا الحدث الكبير والضخم الذي ينتظره كل رواد وزوار مدينة العالمين الجديدة هذا الحدث هو استعداداً لامطلاق معرض مصر الدولي للطيران والفضاء الذي سينطلق من الثالث وحتى الخامس من سبتمبر المقبل في مطار العالمين الجديدة وربما هذا الحدث هو نقلة نوعية في مجال التعاون الجوي بين مصر ومختلف دول العالم حيث سيشارك في هذا المعرض القادم أكثر من مئة دولة وبالإضافة أيضاً إلى أكثر من ثلاثمائة شركة متخصصة في مجال صناعة الطائرات وأيضاً الصناعات الفضاء وهذه أيضاً الشركات ستشارك بعدد كبير من الأجنحة المختلفة في هذا المعرض وهو حدث فريد وأيضاً نقلة نوعية كبيرة يعد الحدث الأطخم والأكبر في الشرق الأوسط وفي إفريقيا أيضاً في هذا الحدث الذي يقام لأول مرة في مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وربما الآن يعني يتم الاستعداد لبدء هذا العرض الجوي الكبير ونرى حالة كبيرة من أيضاً الإقبال من الزائرين على منطقة النورث سكوير لمتابعة هذه العروض الجوية المختلفة وهذه العروض التي ستستمر ما يقرب من ساعة أو ساعتين في سماء مدينة العالمين الجديدة وهذا يأتي أيضاً ضمن الفعاليات المتنوعة والمختلفة في مدينة العالمين الجديدة فعاليات كبيرة ومتنوعة يشهدها جمهور وزوار مدينة العالمين الجديدة معرض مصر للطيران الدولي والفضاء القادم في مدينة العالمين الجديدة سيكون نقلة نوعية كبيرة ومشاركة دولية كبيرة جداً في تسليط الضوء على الصناعات الخاصة بالطيران وأيضاً وقت عرض أو وقت انعقاد هذا المعرض سيكون هناك عدد من العروض الجوية المختلفة في سماء مدينة العالمين الجديدة من اترازات الطائرات المختلفة مدينة العالمين لازالت تشهد العديد أيضاً من الفعاليات المختلفة سواء كانت رياضية أو ثقافية أو فنية في مدينة العالمين الجديدة ربما هذه الفعاليات لا تنتهي حتى هذه اللحظة استمراراً بالطبع لهذا المهرجان المختلف في مدينة العالمين الجديدة دقائق معدودة وسينطلق عدد كبير من الطائرات في سماء مدينة العالمين الجديدة وربما سنتابعها معكم بعد قليل لهذا الحدث الأكبر والأطخب والذي يشهد يعني إقبال كبير جداً من الزائرين ورواد مدينة العالمين الجديدة شكورك زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من العالمين الجديدة وقعت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برثول تعاون مع هيئة الضمان الصحية العراقية في مجال الرعاية الصحية وذلك في إطار تعزيز العلاقات المصرية العراقية يهدف البرتقول لنقل التجربة المصرية في التغطية التأمينية الشاملة لتحقيق تطور في منظومة الصحة العراقية وتعزيز قدرات الكوادر الصحية لبناء نظام صحي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية نهاردة شهدتي توقيع برتقول تعاون بيننا وبين زملائنا في دولة عراق الشقيقة قيادات في القطاع الصحي حصلوا على برنامج تدريبي مكثف قوامه أربعة أيام كنا قادرين خلاله على إظهار التجربة المصرية وعرضها على الجانب العراقي واستمعنا منهم إلى كيفية أنهم يستفيدوا من هذه التجربة الجانب المصري قد سبق بهذا الجانب عن طريق هيئة الاعتمادية بإعداد معايير نعمل على دراسة هذه المعايير والسعي لتوأمتها مع النظام الخاص بهيئة الضمان الصحي باعتبار واحدة من الأسس الخاصة بتعاقدات هيئة الضمان مع مقدمي الخدمات وحصولهم على الاعتمادية التي سيتم العمل بها في المراحل القادمة من قانون الضمان الصحي الذي عمل على تطبيق هذا القانون على مستوى العراق بصفة تدريجية حاول نكثف الاتصالات بيننا وبين جمهورية مصر في خصوص هذا الموضوع ممكن أنه نبعث فرق الدورات أكثر تخصصية أكثر تكون احنا اتفقنا مع هيئة الاعتماد الرقابة الصحية المصرية أنه نعد احتياج تدريبي لما نرجع للعراق ولما نطبق التجربة المصرية رح تظهر عندنا احتياجات خاصة وليس احتياجات عامة رح نحدد هذه الاحتياجات الخاصة ونبعثها للجانب المصري يعدون برنامج تدريبي فيما يخص الاحتياج التدريبي اللي احنا محتاجين استقبلت وزيرة الخارجية رومانية لومينيتا أوديبسكو سفير مصر لدى رومانيا السفير مؤيد الضلعي تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وكذا مناقشة الموضوع عضت الاهتمام المشترك بما فيها الاستعداد لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين كما استعرض السفير المصري الجهود المصرية المبذولة لوقف اطلاق النار في غزة ومنع التصعيد في المنطقة الذي قد يؤدي إلى حرب شاملة من جانبها أكدت الوزيرة الرومانية على عمق وتاريخية علاقات بلادها مع مصر مشيرة إلى أن مصر ستظل شريكا هاما لرومانيا نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تدولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن أنباء حول ظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا في عدد من محافظة الجمهورية وأكد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة الصحة والسكان نفت تلك الأنباء وأكدت أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بأية محافظة من محافظات الجمهورية وأشرت وزارة الصحة إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتصرب داخل البلاد موضحة أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالمطارات والموانئ وكذلك المنافذ البرية لمن يتصرب أي أمراض وبائية عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبئة أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة خالد عبد الغفار تقديم 43 مليون وخمسمائة وخمسة ألاف وأربع عشرة خدمة طبية من خلال حملة مائة يوم الصحة منذ إطلاق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي النسخة الثانية منها يوم الحادي وثلاثين من يوليو من عامي الفين وأربعة وعشرين وحتى السابع والعشرين من أغسطس في جميع المحافظات برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي قدمت الحملة مليونين وثلاثة عشر ألف وخمسمائة وثلاث عشرة خدمة مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة فإن حملة مائة يوم الصحة قدمت سبعمائة وستة وثمانين ألف واربعمائة واربع وثلاثين خدمة من خلال قطاع رعاية الأساسية وتنظيم الأسرة افتتحت وزارة الصحة والسكان وحدة العلاج الطبيعي للأطفال بمستشفى الصدر بمحافظة بن سويف وقسمة للعلاج الطبيعي بمركز طب أسرة هربيت بأبو كبير بمحافظة الشرقية خلال شهر يوليو الماضي الفين واربعة وعشرين وذلك في إطار التوسع في خدمات العلاج الطبيعي لدعم مرضى التأهيل الحرقي وذوي الهمم والقدرات الخاصة وحرصها على رعايتهم وتأهيلهم ووضحت الوزارة أن أقسام العلاج الطبيعي في المستشفيات تعتبر من الأقسام الحيوية التي تسهم في تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى ويتم فيها تطبيق التقنيات الحديثة لتحسين حالة المرضى من خلال التمارين العلاجية والعلاج اليدوي والكهربائي وذلك عن طريق التقييم وتطوير خطة العلاج لكل مريض حسب حالته لتحسين وتسريع عملية الشفاء والتأهيل بعد الإصابات أو الجراحات استقبل دكتور محمود عصمة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أليكسي لخدشوف المدير العام لشركة روساتوم الروسية بموقع المحطة النووية بالضبعة وعقد الجانبان المصري والروسي اجتماعاً لبحث آخر تطورات المتعلقة بمشروع محطة الضبعة النووية هذا وتم التأكيد على الالتزام المشترك بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي وفقاً لأعلى المعايير الدولية حيث تناول الاجتماع سبل تسريع تنفيذ المشروع والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين الجانبين لضمان النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منها شاركت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد في المؤتمر الوزاري حول القضايا البيئية الذي ينظمه مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا بلستانا CICA وذلك عبر الفيديو كونفرنس وأكدت وزيرة البيئة أن عام 2024 يعد عاماً حارجاً للعالم سواء في تأثيرات تغير المناخ وأيضاً في نعقاد مؤتمرات اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث تغير المناخ التنوع البيولوجي والتصحر والتي ستكون فرصة مميزة للإقليم ودول في CICA أثياء مواجهة التحديات البيئية والمناخية واشددت على استعداد مصر الكامل لدعم دولة أدريبيجان في صدافاتها لمؤتمر كوب 29 للخروج بمؤتمر ناجح يلب احتياجاته ومتطلبات الدول النامية والمتقدمة واختناس الفرصة المهمة التي وفرها إعلان صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إعلانه في مؤتمر المناخ بمصر كوب 27 معربة عن أملها للخروج بهدف جمعي جديد للتمويل في مؤتمر المناخ ليكون كوب 29 عادل للدول التي تواجه آثار تغير المناخ شهدت محافظة أسوان افتتاح معرض أهل المدارس بتخفيضات من 25 إلى 30 واطلع محافظة أسوان إسماعيل كمال خلال زيارته للمعرض على محتويته وما يتضمنه من مستلزمة مدرسية من حقائب وملابس وأدوات مدرسية خاصة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية إضافة للسلع الغذائية من الزيوت والبقوليات والألبان والسكر والأرز بتخفيضات تصل إلى 25% النهاردة بنفتاح معرض أهل المدارس ونحن طبعا كل سنة الغرفة لازم يتقيمه السنة دي كنا في لقاء مع السيد وزير التموين والعرض أنه نزود يبقى غير الملابس المدرسية والكشكيل والكرسات أنه يبقى فيه مواد غذائية كل ده للتسهيل على المواطنين وبرضو فيه تعلمات من السيد رئيس الوزراء أنه هتبقى المعارض دي دايما طول السنة السيطرة على قد ما نقدر على الأسعار وتخفيض الأسعار والمعارض دي نحن نقيمه هنا أسوان وكمومبو وإدفو وهتبقى دايما طول السنة خدمة للمواطن المعارض السنة دي هتميز بإذن الله فيه أربع قطعات قطع للملابس المدرسية والمستعزمات المدرسية وقطع جناح كده مخصص للغرفة التجارية للسلع الجزائية بأسعار التنفسية مش موجودة في السوق يعني أسعار هتبقى أقل من السوق بكتير تخفيضات من 25-30% بالنسبة للسلع الأساسية للزيوت والسلع الأساسية الاستراتيجية وأو السلع اللي هي احتاجات المدارس للتجهيز المدارس من حيث أعرف المدارس على أبوان فكل السلع متوفرة في مكان واحد وبأسعار الحمد لله فيها تخفيضات كويسة جيد دي ناين وهيحس بها المواطن فعلا طبعا النهاردة احنا اتجاه الدولة أن هي بتعمل تخفيضات لصالح المواطن فالنهاردة احنا مشتركين في معرض أهلا مدارس شكين من مجموعة من الزيوت والمنظفات والجبن والقرز وجميع الأصناف اللي بيحتاجها المواطن خلال فترة اللي جاية بتاعت أهلا المدارس هاي حاجة بتعمل سنونشات الأطفال الحاجات دي كلها احنا جايبينها النهاردة معانا بتخفيضات بتحوالي 30% احنا بنشكر الدولة وبنشكر رسالة الرئيس وبنشكر المحافظة على المعرض دا وإن شاء الله يخلوها معارض دائمة كده زي معرض أهل الرمضان وأهل المدارس والأسعار كويسة يعني الحمد لله ولان ننتقل معكم لمتابعة أهم أمباء المال والأعمار أخبار الاقتصاد ومصطفى نزار مصطح شكرا محمد عبد الله وشكرا ليلة عمر أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نخة السادسة وقع رئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي ومدير مكتبة الأسكندرية أحمد عبد الله زيد مذكرة تفاهم بين الجهاز والمكتبة وذلك للعمل على نشر ثقافة العمل الحر بين المواطنين وخاصة الشباب وتشجيع الشباب على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات قائمة لديها فرص للنمو والنجاح وخلق المزيد من فرص العمل أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن تجديد مذكرة التفاهم الموقعة مع مكتبة الأسكندرية جاء لاستكمال خطة نشر ثقافة ريادة الأعمال بين رواد المكتبة ومقدمي مشورة في مجال ريادة الأعمال اللي استفادت من تواجدهم الدائم في أوساط الشباب بجانب العمل مع المكتبة على تنظيم الملتقيات لريادة الأعمال وضع محافظ أسيوط شام أبو النصر ورئيس الهيئة تنمية الصعيدة شريف أحمد صالح ونائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية ورئيس الغرفة التجارية بأسيوط عمر أبو العيون حجر الأساس لمجمع الصناعات الصغيرة للغرفة التجارية في أسيوط عقب وضع حجر الأساس تم تفقد مجمع الصناعات الصغيرة التابع للغرفة التجارية والمقام في المنطقة الصناعية الصفاب بني غالب بعدد 26 ورشة تم تسليم العقود الأسبوع الماضي وبدأ أعمال التشغيل والإنتاج بها يضم مجمع الصناعات الصغيرة للغرفة التجارية في أسيوط 36 ورشة بالشراكة مع هيئة تنمية الصعيد والتي تهدف إلى توفير فرص عمل تصل إلى 500 فرصة عمل أو تنمية وتطوير الحرف الأصيلة والمنتجات الخشبية بقرية الصفة في بني غالب بحث رئيس التنفيذي للاية العمل الاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبا مع وفد شركة أمريكية لاستضافة مصر لأول تضفق استثماري للشركة خارج الولايات المتحدة الأمريكية ويتمثل في إنشاء أول مصنع لإنتاج المعدات والأدوات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز دور مصر كمركز تصديري في المنطقة خلال اللقاء أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العمل الاستثمار والمناطق الحرة توفير كافة التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تحتاج إليها الشركة لتسريع حركة التأسيس والإنشاء لتعظيم مساهمة المنشأة الصناعية الجديدة في نقل التكنولوجيا وزيادة القدرات التصنيعية بالاقتصاد المصري في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة بارتفاع جمعي للمؤشرات للجلسة الثانية على توالي مدفوع بعمليات شرائن من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصرية للبيع وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه هذا وقد ربيح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالسوق 24 مليار جنيه عند مستوى 2.75 من الألف تريليون ما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 1.14 من 100% ليغلق عند مستوى 30.709 نقاط كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 8 من 10% ليغلق عند مستوى 7072 نقطة كما صعيد المؤشر EGX100 بنسبة 92 من 100% ليغلق عند مستوى 10.135 نقطة في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% مع استمرار المخاوف حيال الطلب في الصين وزيادة مخاطر أثر طباط واقتصادي واسع نطاق بينما حد تراجع محتمل في إنتاج الشرق الأوسط وليبيا من الخسائر وانخفضت العقود الأجيلة لخام برنتي بنسبة 1.9% لتصل إلى 78 دولار و 68 سنة للبرميل كما تراجعت العقود الأجيلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعت هي الأخرى بنسبة 1.18% لتحقق 74 دولار و 64 سنة للبرميل هذا وقد هبطت أسعار المزيدة عالميا بما نسبته 1.38% لتحقق ما قيمته 2.27 دولار للتر وأخيرا انخفضت أسعار الغاز الطبيب بنسبة 1% لتسجل 81.8% لكل مليون وحدة حرارية بريطانية اعتبر الكريملين أن قرار كيف عدم تمديد العقد الحالي مع شركة تاجاز بروم لتسليم الغاز الروسي للأوروبيين عبر أوكرانيا إلى ما بعد 31 ديسمبر سيدر بشكل خطير بمصالح المستهلكين الأوروبيين سلمت روسيا ما يزيد قليلا على 14 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية في العام الماضي 2023 لكن هذه الكمية تقل عن 40 مليار متر مكعب ينص عليها العقد المتفق عليه مسبقا استفادت من هذا الغاز خصوصا النمسا والمجر والسولوفاكيا وقعت ورفعت وكالة موديز للتصنيفات الاعتمانية تصنيف باكستان بالعملة المحلية والأجنبية والديون غير المضمونة ذات الأولوية في السداد إلى كي 3 من سي 2 وأرجعت هذا إلى تحسن في ظروف الاقتصاد الكلي والتحسن في متوسط سيولة الحكوم ومركز الاقتصاد في الأسواق الخارجية ويعكس ورفع تصنيف انخفاض احتمالات تخلف باكستان عن الوفاء بالتزاماتها الدولية بعد اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار في يوليو ذكرت موديز أنه رغم تضاعف احتياطيات النقد الأجنبي في باكستان منذ يونيو العام الماضي إلا أنها تظل غير قافية لتلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية وصلنا معكم مشاهدين كرام إلى نهاية هذه الجولة الاقتصادية في نشرة السادسة ونعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع محمد عبدالله وليلا عمر شكرا لك مستوى وبهذا ننسوا لكم من خدمات هذه النشرة ولا تبقى لنسوا التذكرة بأبرز العنوين رئيس مجلس الوزراء يبحث في اجتماع توفير التمويل المطلوب من احتياجات قطع البترول حتى نهاية العام المالي الحالي نسو تدين الاقتحامات الإسرائيلية لمدن بالضفة وتحذر من المخاطر الوخيمة للعمليات العسكرية على الضفة بالتزامن مع استمرار الاحتداءات على قطع غزة مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطع غزة وسائل علامة إسرائيلية تشير لمقتل جندي في قوات الاحتلال برصاص قناص في حي الزيتون بغزة وإصابة آخر بجروح حارجة للغاية وبختم العنوين نصل معكم لختم نشراتنا إلى اللقاء